موسيقى 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 اكثر شي بغلط بقراءة الكلمات او بلفظ الكلمات هو لما بيكون في حرف صامت ونحن معنا نعرف انه هيدا الحرف صامت لا يلفظ لهيدا السبب قررت انه اعمل فيديو اعطيكم فيه شوية كلمات الاكثر شيوعا يعني كلمات جدا شائعة وجدا بيصير اخطاء بلفظه والسبب هو متل ما حكينا انه فيه حرف صامت بالعادة وعم يلفظه هو لازم ما تلفظه اوكي الكنة الاولى هي handsome حرف الدي بهايدي الكلمة لا يلفظ silent so it's handsome doubt doubt لا تلفظه حرف البي it's doubt doubt والكلمتين honest و hour حرف اله فيهم هو حرف صامت سوى منقول hour and honest والمرض اللي كتير شائع بالمناطق الرطبة واللي هو الربو يلفظ آزما آزما يعني الـS والTH انسوهم تماما وبتقولوا لهيدي الكلمة آزما آزما وحرف الـL بالكلمتين salmon and almond لا يلفظ يعني منعتبروه silent letter بس لا حتى كون صريحة يعني أنا عندي ولي هي native speaker native English speaker وهي بتقول كلمة almond بالـL يعني بتلفظه لحرف الـL بهايدي الكلمة علما انه هي متكلم أصلي للغة الإنجليزية ولكن في الكتب اذا بترجعوا على الكتب رح يقول لكم انه salmon and almond الحرف الـL حرف الـL فيها لا يلفظ سو ممكن تسمعوا متكلمين أصليين عم يقولوا almond وممكن تسمعوهم عم يقولوا almond المعلومة المهم صارت هلا عندكم واحدة كمان من الكلمات الجدا شائعة وجدا بيصير في غلط بلفظه هي كلمة Wednesday Wednesday يوم الأربعة حرف الـD بهيدي الكلمة لا تلفظوا So it's Wednesday وهذه الكلمتين هنه isle and island isle هو الممر مثلا لما بتطلع بالطيارة انت بتمشي بـisle لحتى توصل للمقعد تبعك وكلمة island جزيرة ليست Iceland بل island واحدة من الكلمات الأكثر شيوعا هي كلمة half حرف الـL بهيدي الكلمة لا يلفظ It's half وليست half أوكي half والكلمة الأخيرة لليوم هي كلمة sandwich sandwich ليست sandwich بل sandwich وهذا كان كل شي لليوم إذا كانت فيديوهاتنا عم تساعدكم عم تحسوها مفيدة بتمنى عليكم تشاركوها مع أصدقائكم لحتى تكون فائدة لأكبر قدر ممكن من الناس ريم from English 100 See you next lesson Bye-bye